السلام عليكم اهلا بكم في محاضرة رقم 11 من كورس اللي تكاد في المحاضرة ديت مطلوب مننا نرسل مجموعة التمرين ديت انا هرسم من هم اتنين هرسم التمرين ده والتمرين ده وهسيب لكم باقي التمرين تحت الفيديو بحس انتو تكملوهم وترسموهم انتو كمان الرسومات ديت من غير ابعاد بتعتمد بس على بعد اول انا هرسمه وليكن هنا المسلس في الرسمة ديت مسلس فمعتمدة على اه بعد المسلس او طول دلع المسلس او الطريقة اللي انا هرسم بها المسلس هنا عن طريق الدايرة هنا عن طريق المسلس هنا عن طريق المضلع وهكذا باقي الخطوات بعد كده عشان تكمل الرسمة كلها معتمدة انك بتحرف تستخدم الادوات من غير من غير ابعاد فهم وهنشوف في التمرينين اللي انا هرسمه اول تمرين التمرين دهوت عبارة عن مسلس مقلوب اكبر التمرين عبارة عن مسلس ومقلوب وفي مضلع اه عدد اطلاع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عبارة عن متسع يعني مسلس في متسع وجوه وجوه نجم هبدأ ارسم اه المسلس عن طريق البوليجون اخد امر بوليجون بي او اللي اختصارها واضغط انتر بيقول لي دخلي عدد اطلاع هو مسلس هقول له عدد اطلاع تلاتة بعد كده اضغط انتر بيقول لي انها تعدنا نرسمه عن طريق دايرة بتمر برؤوس اه برؤوس المسلس وليكن نص كترها مية يبقى هادي السنتر بتاع بيقول لي حدد لسنتر بتاعها ادي السنتر اخليه عن طريق اه انسكرايب وهنزل لتحت كده هوت يبقى بزاوية متين وسبعين علشان ايه عشان يبقى الضلعة اللي فوق ده هو اه اللي هو الهوروزنتر فاقول له نص الكتر مية شفت كومة والزاوية كان متين وسبعين كده رسمته متين وسبعين عشان الضلعة ده هوت يبقى اه بعد كده هرسم المضلعة اللي جوه اللي هو المتسع عن طريق بوليجون بي او ال انتر اه نفس الكلام بالسنتر بتاعه هو سنتر المسلس عادة تطلعه بيقول لي ده خلي سقول له تسعة بعد كده بيقول لي حدد لي هروح على ديت على المضلعة بتاعها يتظهر لي ممكن لو ما ظهرتش معك هتروح من وتحدد على ان هو التحدد تمام اول ما تروح على تجي ضغط بيقول لي اختار بتاعك نسكرايب او سرك مسكرايب اه هاختار بناء على ايه بص انه لو جيت بص انه هوت المضلع اللي هو المتسع والمسلس لو شفت لو بصيت على المسلس لو رسمت جواه دايرة انه هوت بتمس الاضلعة من الداخل ايه علاقتها مبين الدايرة اللي بتمس الاضلعة من الداخل للمتسع اللي دايرتين دول هيكونوا قد بعض لان بص ان اهوت يعني هنا الضلعة دا اهوت سنتر اهو هرسم انه دايرة مص كترها من هنا لحد هنا هي نفس الكلام نفس الدايرة اللي بتمر بنص الكتر للمسلس اللي هو نص الضلعة اهو يبقى انا اختار ايه التاني اللي هو ايه بعد كده هروح ايه هروح على اي ضلعة او لحد المتوسط انه هو لحد بتاع الدرعة ده وهو محدد يبقى انا كده لسمت المتسع بتاعي اول ضلعين هوت على الضلعة ده هوت وفي ضلعين بيكونوا ايه على الاضلعة بتاعة المسلس بعد كده فيه تلات خطوط اهمت بيحددوا بتاع المسلس هاخد امر الانتر واخد من الزاوية دية من رأس الزاوية دي لحد بتاع الخط ده هعمل مصطرة المصطرة تانية واضغط من الزاوية دي لحد دي نفس الكلام مصطرة واخد من الميت بوينت دي لحد الزاوية تمام كده تمام كده لسمت التلات خطوط بعد كده هوصل برؤوس المضلع بتاعي ايه زي اللي هي الخطوط ايه الخطوط دي ودي الخطوط ده وده 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 عبارة عن خطوط من السنتر للرؤوس للرؤوس بتاع المضلع اخد امر الانتر واخد من هنا من التقاطع انترسكشن ده لحد الزاوية دي اعمل مصطرة مصطرة كمان اقول له من هنا لهنا مصطرة مصطرة من هنا لهنا مصطرة مصطرة من هنا لهنا مصطرة مصطرة من هنا لهنا بان كده اعملنا ايه اعملنا الخط ده وده 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 لهم الست خطوط دول بعد كده عايز اجيب النقط دي النقط دي اللي هي بتاعة النقط الداخلية لآآ للنجمة دي النقط دي تكون لها بتاقي على محيط دايرة هقوم دايرة سي انتر واقول له انا عايز الدايرة من هنا واقول له نص كترة اوليكم خمسة وعشرين خمسة وعشرين انتر بعد كده هرسم ايه عايز هرسم نقط عايز اجيب نقط التقاطع ما بين الدايرة ويه الخط ده او نقط تقاطع ما بين الدايرة دي وخط انا هرسمه ايه بينصف الزاويتين دول ممكن اعمل كل زاوية لوحدها يعني عن طريق اللي انا هرسم بينصف الزاوية دي والزاوية دي عن طريق واقول له انا عايز اعمله وهو واقول له اقول له ده بتاعه واقول له من هنا نصف ليم الزاوية دي لحد الزاوية دي. كده عمل لي ايه? عمل لي خط بينصف الزاوية دي. وممكن الطريقة الاسهل اللي انا اعلم ده. واعمل له تليد. اقول له الطريقة الاسهل ايه? اخد امر واقول له من ده لحد منتصف الضلع ده. كده عمل لي ايه? عمل لي خط بنصف الزاوية دي. والتقاطع ما بين وما بين الزاوية بالتقاطع ما بين الخط ده. والدائرة هي دي النقطة اللي احنا عايزنا. ومكرر نفس الكلام على باقي آآ الخطوط. اخذ من التقاطع ده لنص آآ الخط ده. اعمل مصطرة. من هنا لهنا. مصطرة مصطرة. من هنا للميت بوينت دي. مصطرة مصطرة. من هنا للميت بوينت دي. مصطرة مصطرة. من الى للميت بوينت دي. كده انا جبت نقط تقاطع النقط دي. والنقط دي. هقوموصلها البعض. اخد امر مصطرة. عشان هو كان اخر امر. اقول له من الانترسكشن ده. للانترسكشن ده. للانترسكشن ده. وهكذا. اغسل بس نقط ببعضها. اهي. عشان اعمل النجمة بتاعتي. اهي. بس كده النقطة دي. جات صح. عشان كنت اعملها الميت بوينت. لو النقطة جات غلط يعني مثلا انت اجيت مثلا روح تضغط هنا هو. ضغط هنا هو كده مثلا. النقطة تاني بعيدة اهي. عايز ارجع اعمل كده اعج Rojo عند النقطة الاولية. او اعمل ايه عنده? كده? تقطع ده. تقطع ده. واتقطع ده. كده كملت ايه? كملت النجمة. في خطوط الخطوط اللي انا كنت اعملها. والدايرة هوا مش proposeهم. supreme خط ده. Casey to the الخط ده. واشيل الخط ده. واشيل الخط ده. مش ده. اشيل بقى. اشيل بقى الخطوط اللي انا كنت ع мечل عمليه عشان اجيب نقطة تقطعة دي. اللي هو الخط ده. الخط ده. والخط ده. ومن هنا اشيل الخط ده. واشيل الخط. الخط ده. اهو. كذل ايه? الست خطوط اللي انا اشيله. لأ اشيله. فاضل اللي انا بقى ايه? اشيل الخطوط. فاضل اللي انا اشيل بقى الخطوط والدايرة. الخطوط دي اللي انا كنت اجيبها. والدايرة عشان اجيب نقطة اتقاطها. اشيل الخط ده. والخط ده. واشيل الخط 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 ده. دول الست خطوط اللي انا اشيل. ويا اشيل الدايرة دي. مش موجودة. او عمل لهم دليل تي. وبكده انا رسمت ايه? رسمت النجمة بتاعتي. وخلصت الشكل. كده رسمت اول ايه? اول شكل. تعال ندخل على التمارين التاني والرسمة التانية. صغر. دي مجموعة التمارين. هادي الرسمة التانية. اكبر. الرسمة التانية عبارة عن مضلع عدد اطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. عدد اطلع ورضو متسع وفي نجمة. هنرسمها جنبه نهوت. هضغط على سكرول واسحب. اه هي عبارة عن متسع. هاخد امر برجون بي او ال انتر. بعد كده بقول لي حدد لي عدد اطلعه تسعة. اوكي. بعد كده بيقول لي حدد لي السنتر. ادي السنتر ده هوت. هترسمه بين ولا اقول له ايه? وبيقول لي انها تحدد لي الضلع بتاعه. هو بص هنا هوت ايه? بيقول لي ايه? انا هرسمه. عايز الضلع ده هوت. اللي يكون ايه? اللي يكون معي. اهم طالع كده هوت رأسي بزاوية كام? بزاوية تسعين. بزاوية تسعين. اقول له نص ده نص القطر كام اه مرة دي مية. بعد كده اخليها كام تسعين درجة. علشان. علشان يكون الضلع ده هوت ايه? معي. بعد كده اه مطلوب مني اللي انا اوصل ايه? اوصل الرؤوس بتاعة المضلع بسنتر برضو. هقوم اخذ امر وقوم راحنا على السنتر. اوصل من هنا لحد من كل راس لحد ايه? اهو. بعد كده ام رايح ليه؟ الراس التانية دي. بعد كده اعمل مصطرة مصطرة من الراس دي. دي السنتر والراس دي. مصطرة مصطرة من الراس دي. دي الراس دي. مصطرة مسترة من هنا لهنا. لهنا مسترة واخد من هنا لهنا. كده جبت الخطوط اللي آآ بتمر بالرؤوس للسنتر. بعد كده هاخد آآ الخطوط برضو اللي بتنصف آآ كل آآ كل صيد من اقول له آآ او مسترة لانه اخر امر معي. هاخد من التقطع ده نحد دي. مسترة مسترة. من التقطع ده نحد الميت بوينت دي. مسترة مسترة. وهكذا من كل تقطع لحد دي ميت بوينت. مسترة مسترة. اهو. كده هي رسمنا خطوط بتمر من السنتر للرأس ومن السنتر للتقطع. فاضل لا نعمل دايرة علشان اجيبي اجيب نقطة التقطع ما بين الدايرة والخطوط دي. اخد الدايرة امري سيركل. سي انتر. ادي السنتر بتاعها واقول له المرة دي خليها دايرة كانة بخمسين ملي متر. او خليها خمسين. عشان تقبقى في النص. بعد كده نقطة التقطع هشيل الزيادة اي زيادة اللي هي بتاعة الخطوط هي الخطوط اي طلع من السنتر لحد الدايرة بس. فهشيل الزيادة. اقول له تي ار انتر اختصار اداة ترم. اقول له والزيادة دي. والزيادة دي. والزيادة دي. اي زيادة ايه? اللي هي ميت بوينت. حد اللي كله عملناها ميت بوينت. الهنا. 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 كده بس. تمام? بعد كده هرسم ايه? هرسم الخطوط بتاعة اه النجمة بتاعتها. اخد امر الانتر. اقول له عايز من النوطة دي. للنوطة دي. للنوطة دي. النوطة دي. وهكذا حد لما اكمل. النجمة بتاعتي. بكده يكون ايه? اكتمالة الرسمة بتاعتي. ما تنسوش بقى تنزلوا باقي التمارين. اللي كنت اعرضها لكم في الاول. من حداشر تمارين. وترسموهم انتو كانين. اشوفكم على خير المحاضرات كادم. شكرا لكم والسلام عليكم.